ازكى انسان على واجه الارض زكاو ده خلى علم رياضياته وطبيبه ومخترع ومؤرخ وكاتب كمان بس دايما النهايات ما بتبقات زي البدايات عشان نهايته كانت اغرب ما في الموضوع وعشان ما نطولش عليكم ومزبط قعدتك وجاهز مشروبك عشان ناخر في تفاصيل الموضوع اهلا بكم في سلم النجاعة لعب كاري وليام جيمس سيدس واللي تصنف اسكى انسان على وجه الارض بعد ما حصل على اعلى معدل زكاء وده كان بزلتمية نقطة ابريل الف تمنمية تمانية وتسعينة ولد وليام جيمس سيدس ابوه كان استاذ علم نفس في جامعة هاربورد ابوه كان عنده نظرية غريبة خالص وهي كانت بتقول ان التعليم في المدارس بيقلل منقدرات الطفل جاء عمك الحاجة ابو وليام خد قرار ان ما يعلمش وليام في المدارس ويعلمه في البيت بس طبعا بقيدا عن ان وليام هيتعلم في المدارس او في البيت وليام ده كان طفل خارج خياله معايا كده ان وليام جيمس سيدس قرى صحيفة نيويورك تايمز وهو عنده سنة ونص طب تعرف ان تعلم اللاتينية وهو عنده سنتين طب تعالا معايا كده بقى وشوف الواد وليام وهو عنده سبع سنين كان بيتكلم كم لغة فرنسية والالمانية والروسية والرومانية اللاتينية والارمانية والعبرية والتركية تخيل كده معايا ان طفل عنده سبع سنين بيتكلم تمال لغات وانا لسه بتكلم انجليز مكسر انا بقى معايا كده نشوفه هو عنده تمان سنين عمل ايه قدم في اختبارات جامعة هارفورد بس ما تقابلش عارفين ما تقابلش ليه مش عشان صيقة ولا ولا ما تقابلش عشان صواهية بس وهو عنده احداشر سنة اتقابل في الجامعة في عام الف تسعمائة وتمنتاشر اتخرج من جامعة هارفورد وهو كان عنده ستاشر سنة الوقت ده بقى تخرج ويليام جيمس سيدس وبقى اصغر بروفيسور في التاريخ طب تخيل معايا كده وهو عنده اشرين سنة كان بيتكلم اربعين لغة ولهجة وهو عنده اربع وعشرين سنة بقى كتب مقال عن المادة المضادة يلا بنا بقى نعرف شوية حاجات عملها ويليام جيمس ده اربع مؤلفات في علم الراضيات وطور نظريات كتير في علم اللغة المادة عمل مقالات في علم التشريع هذه بقى بدايات ويليام جيمس سيدس بس كان فينا هيات غريبة شوية في حياته يلا بنا نعرفها كان الناس اللي حواليه بيعتبروه شخص شاز بتظهر بالزكاة بتاعه يعني حتى الاعلام كان بيعتبروه شخص شاز بس طبعا ويليام مقدرش يتحمل الضغط ده كله من مجتمع والاعلام اتعرض لانهيار عصب وهو شغال في جامعة هارفر وهو عنده خمسة وعشرين سنة استقال من جامعة هارفر بسبب كل حاجة لها علاقة بالانشطة الزهنية والزكاة اقرر يشتغل في مكان صغير كده ككاتب في عام الف تسعمية اربعة وعشرين وهو عنده ستة وعشرين سنة شافه مراسل كده وهو شغال في المكان ده مراسل سأله انت ليس بتجامعة هارفرد وجد اشتغلت في المكان المتواضع ده فقال له انا اهم حاجة عندي ان اشتغل في مكان بعد عن الضغط النفسي والاعلام وهو ده بقى ويليام جيمس سيدس العبقاري واللي تصنف اسكى انسان على وجه الارض واللي قضى بقيت حياته في عام المتواضع في عام الف تسعمية اربعة واربعين وهو عنده ستة واربعين سنة اتوفى ويليام جيمس سيدس نتيجة نزيف في المخ عايز اسألك بقى انت سؤال هل ويليام جيمس سيدس استخدم العبقارية بتاعته فحولها النقمة ولا المجتمع كان عايزه يفشل عشان يبقى زيهم شاركنا باللايك بتاعك والكومنت وبكده اكون انا خلصت اتشوفكم على خير اشتركوا في القناة